بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسل سنقول لكم كوبيوتر اعداد وتقديم ابراهيم عبد الحميد رقم 01650 47 329 جمهورية مصر العربية الايميل فريق العمل فريق العمل أحمد شفئينا اهداء الى جدتي رحمه الله و الى كل الذين احبوني و كل الذين احببتهم يحشر المرء مع من أحب اليوانا اريد ان نتحدث حلقة حيث نسميها كن محترفا واستخدم الكيبورد كن محترفا واستخدم الكيبورد المعنى قبل جدا كنا عملنا حلقة اسمها يعني ايه كيبورد في البداية كان تعرف الناس عن ايه كيبورد وجبنا صوت الكيبورد وتعرفنا فيها وكانت حلقة نصف ساعة وكانت فكرتها غريبة شوية لانك يعني ايه بتعلم الناس يعني كيبورد اه الناس كلها عارفة شكلها بس كان هدفي انك تتعرف على الزراية الاساسية وكيفية التعامل معها وكانت حلقة الحمد لله حلقة نجحة اه ما انا عايز اقوله النهاردة هو انك تستخدم الكيبورد دي بشكل اوسح بمعنى انك تستخدم الكيبورد كبديل للموس اعتباد اغلب الناس المؤتدين في تعلموا الكمبيوتر على الموس اه انما الاكسر اه تعودا على استخدام الكمبيوتر اه والاكسر الاحترافية بيستخدمه اه في حاجات كتير او الكيبورد لان الكيبورد بتبقى اصع من الموس في حاجات زي ما الموس اسرق من الكيبورد في حاجات فهو دايما المستخدم يدور على الاسرع لانك احيانا كتير بيبقى قدامك عمليات كتير جدا يعني قدامك شغل ساعة ساعتين مثلا فانت لو وفرت ربع ساعة عن طريق الفرق ما من استخدام الكيبورد والماوس يبقى انت اولى بيه فالقل بيعز زائد ان في بعض البرامج والحاجات محتاجة تعود كبير في استخدام الكيبورد ان استخدام الكيبورد اه يعني اكتر من اه فعال اكتر من من استخدام الماوس كتير فلازم تتعود على استخدام الان اتنين استخدام كهيز مع الاعلم انه من المعلوم من التعامل مع التجارير بالضرورة ان استخدام الكيبورد بيكون المناس الاكثر احترافية و الموصل للناس الاقل احترافية زي من المعلوم ان المستخدمات الكمبيوتر المحترفين بيعتمدوا اكتر على حاجات عميقة في استخدام الكمبيوتر اكتر من مستخدمين عادي. ان المستخدم العادي بيستخدم الكمبيوتر في الكوهر والبسوت والحاجات دي. قد يكون ده مناسب بالنسبة له. انما فيه مستخدم يعيز يتعمق اكتر ويزود معلوماته ويحل مشاكله ويفهم الكمبيوتر اكتر وبعد كده يمكن يكون ياخده كمجال من مجالات اللي هو يدرسها ويتوسع فيه. فيحتاج يفهم حاجات كتير اوي ويتعامل مع حاجات كتير اوي. وده الاسيكي ي neglected من الشباب العربي انه ازهر habenаб اعنمن ان احنا لدينا اه شباب اه صاحب ثقافة كمبيوترية محترمة اтеنا اي ان يناس كتير اه معلوماتها في كمبيوتر راع عليه اي او قologique اي اه فمن المعلوم ان هؤلاء بيكونوا عرفين حاجات اعمق شهو من المستخدم ان نعدي. مثلا في حاجة من السلط انها في حاجة اسمها رن. رن دي بتشغل لك اي حاجة. فلو جيبنا في الرن دي فيه حاجة اسمها اللي انا كاتبها دي اللي هو الريجيستي ريجد اه ر اي جي اي دي اي تي ده 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 هو مدير الكمبيوتر مدير الكمبيوتر الفعلي فالريجيستي ده جوه الخامسة دور كل واحد من الخامسة متعلقة بفرع من الفروع اللي بتحكم في الكمبيوتر في حاجة مع هنا مهم يعني فلما تخش الجوهة الخامسة دولة تلاقي كل واحد فيه تفاصيل كتير اوي يعني كل واحد فتح لك حاجات داخل كل حاجة الحاجات ديت بتخليك تعمل حاجات كتير اوي في كمبيوتر انت مش معتدل انك تعملها او مش معتدل انك تشوف يعني مسلا تخليك تقدر تحذف الرسايكل بين ده ابسط مثال انت لو حاولت تحذف رسايكل بين بالاسل بالعادية مش هتقدر ابدا انما عن طريق الرجس ديت لو ضغطت على جوجل وكتبت كيفية حذف الرسايكل بين او ازاي حذف الرسايكل بين في ويندوز اكسي بي. اه ودورت هتلاقي الاجابة على سؤالك ده عن طريق فالرجيستي هو مجال اكثر تعمقه للتحكم بالكمبيوتر. زي ما الكيبورد هو مجال اكثر احترافية للتحكم بالكمبيوتر والتعامل معها تعامل اكثر احترافية. فانا بدعو الناس ان هما يستخدموا كيبورد اكتر. ونكتب عليها اسرع. ويكون تعاملنا معها احسن. لان ده معناه ان المستوانة في الكمبيوتر باردفع. اه طبعا فايدت استخدام الكيبورد ايه. استخدام الكيبورد ده فايدتين على الاقل بساط اوي. الفايد الاولانية الشعور بالتمكن. بمعنى ان انا لما بتعود استخدم الكيبورد. بلاقي نفسي عندي احساس بان انا متمكن او من الكمبيوتر. ليه. لاننا عندي دوقتي اداتين بدل ادوة اعتفل اول انا مسك الموس وبنشن عن الحاجة وبضط. انما هنا لما ببدأ استخدم الكيبورد بحس بنفسي اكتر بيديني ثقف نفسي بيديني اه اه على التركيز. لان انا بلاقي نفسي حافظ مسلا مئة اختصار. من الاختصارات بتاعة البرامج المختلفة دي. فانا وانا قاعد بشتغل بالمئة اختصار بلاقي نفسي ايه? اولا السرعة زادت. ثانيا الصغة بنفس زادت. هم دولة الفايدتين اللي احنا بنقول عليهم. بتحفظ الكبورد عن ظاهر قلب. سوعتك بتزيد. شعورك بالتمكن والصغة بزيد. طب الشعور بالتمكن والصغة في تعاون مع الكمبيوتر ده. حاجة مهمة اه. لبتاقت شخص بقال له خمس دي بيستخدم الكمبيوتر استخدام واحد. بيتفرج على الكمبيوتر على كذا. بيلعب على الكمبيوتر لعبة كذا. او اللعبتين او تاتا كذا. بس ما تلاقيش عنده اه شعور بالصغة اه تجاه استخدام الكمبيوتر. لقي مهزوز هو بيستخدام بش مهزوز ان هو بيعرفش او بمعنى ان هو بيرتعش لا. بمعنى لما بتوجه المشكلة بيحتاس بيدوخ. شعورك بالتمكن ده بيخليك تدور على حاجة بصغة. المعرفة مش بس ان المعلومة تبقى في الماغة. بس طريقة الوصول للمعلومة تبقى في الماغة. يعني يعني المعرفة ان الواحد عنده مش ان يكون كل معلومات الدنيا في الكمبيوتر في دماغه. لما نقول الوقت ده عنده في الكمبيوتر. مش ان كل معلومات الكمبيوتر اللي في الدنيا في دماغه. لا. لكن عنده معلومات كتير وفي نفس الوقت عنده قدرة عالية على التدوير على المعلومات اللي هم او ان هو ممكن يحتاجها في المستقبل لان اكيد زهنه او زكاته مش هتستوع بكل معلومات الكمبيوتر ان ده مجال كبير جدا فهي فكرة دي في كل المجالات ان قيمة الانسان مش بس المعلومات اللي جوه دماغه لا المهارات اللي هو مكتسبة اللي بتسمح له ان هو يوصل للمعلومات فانان الانترنت تسأل الموضوع ده جدا رغم ذلك ما زال استخدامنا له في في الموضوع ده بيبقى قصر اوي بمعنى دائما ماتصح اي حد ادخل على جوجل ودور على اي حاج اي اسئل يطرق في زينك اي اسئل تحب تتوسع فيه اي اسئل تعمل كده بيجي هنا اسئل مهم اوي من هو المحترف في استخدام الكمبيوتر المحترف في استخدام الكمبيوتر يعني ما نقدرش يحط له معايير اوي بس نقدر نقول اللي هو الاولى من الاحتراف ان يكون عندك ايه ان انت تكون يعني انك تكون مرضي باستخدام الكمبيوتر بمعنى ان ما فيش حاجة بتحصل لجهاز بتاعك او استخدامك للكمبيوتر حتى لو كان استخدام قاس اه بتحصل للكمبيوتر بتاعك غير والمشكلة دي انت بتقدر تتعامل معه حتى لو كان التعامل انك تتعامل تحط اسئل على النت تتصل بواحد تسأله تاخده لبتاع الصيانة تفهم منه وتتعامل بمعنى انك عندك حد ادنى من المعرفة او من الثقافة كومبيوترية اللي بتسمح لك لانك تتعامل مع الحاجة دي التعامل كويس زي ما انت ممكن ما تقدرش تقرأ اه يعني مين اللي بيعرأ اه من الاشقاص اللي بيعرأ فيقرأ ويكتب اللي هو قادر على قاية الكلام وفاهمه واستعب وطيب هل في شخص في الدنيا بيعرأ كل الكلام حتى بتاعت اللغته يعني انت لو قايت كله اي كتاب لغة عربية هتفهمه لا في كتب مش هتفهمه هتلاقي كلمات جديدة عليك امت اقول بقى انك بتعرف تقرأ وتكتب كويس ان الكلام والكلم اللي انت بتقرؤها بتعرأه اضافة الى الكلام اللي انت متعرفوه اش في كلام ديك المصاحات الجديدة دي تقدر توصل لمعانيه عن طريق قموس عن طريق سؤال احد الاعلماء عن طريق اي حاجة يبقى حاجتين دائد وقتي ان انا اريد فاهمهم الموضوع ده الحاجة الاولانية انك انت لازم يكون عندك حد ادنى من المعلومات انت اللي بتحديد ا True. تحتفظ بها وانت بتستخدمها الحاجة التانية انك يكون عندك ادرع لكساب المعلومات فقلنا ابسط طرق ساب المعلومات التدوير في جوجل بالممارسة هتلاقي نفسك بتوسع و هتلاقي على نفسك عندك خدرة اكبر يتزامن مع دولة ان يلازم يكون عندك شعور بالتمكن فمن ضمن وسائل احساسك بانك باستخدام كمبيوتر كويس هو استخدامك السريع والقوي والفعال للكمبيوتر ومن ضمن ادوات الاستخدام السريع وقوي الفعال ده استخدامك للموس وكيبورد كادوات متزامنة مع بعض بعضها بمعنى انك بتبدل ما بين واحد للتاني خد يكون الكلام في وجه نظرية شوية بس انا حبيت اوضح الصورة ديت اه علشان اه يمكن يكون في ناس كتير ما تعرفه فانا ما يهمنيش انك تكون عايف كل معلومات الكمبيوتر قد ما يهمني انك تكون اه مرضي باستخدامك للكمبيوتر استخدام الكمبيوتر ده استخدام فعال استخدامه فيه تنفع به نفسك وقصيتك وقيلتك ومجتمعك وبقتك تقدر تنفع به كل الحاجات طبعا نسينا نقولين الحلقة ديت هي الحلقة تسعة وخمسين نسألقول له كمبيوتر بتاريخ تسعة نوفمبر الفين وتسعة واحد وعشرين زون قادر اه في نقطة تانية كنت عايز اقولها اه وهي ان المعرفة اللي انا بقول لك عليها ديت سنقول له كمبيوتر بتوفر لك الشق الاول منه وهي تكوين معلومات اساسية عن الكمبيوتر ومهارات اه مبدئية لاحترافية تعاملها السق التاني عليك هو انك تبحث وتدور وتحترف استخدام برامج قد لا تتعرض لها سنقول له كمبيوتر وتنمي نفسك بمعنى ان سنقول له كمبيوتر ليس ما سنقول له كمبيوتر لانتها بتحطك على اول الطريق لكن مطلوب منك انك تكمل استخدام الفعال للكمبيوتر ده على ضوء هواياتك وبقتك ومجتمعك واكل الحاجات اللي في داخله في حياتك فانا بنصحك ان انت تتوسع بمعنى ان انا ما انصحك ان السنقول لكمبيوتر ل المصدر الوحيد والاول والاخير لمعنوماتك في الكمبيوتر لا تبقى مصدر والكل يشوفون ان كفاية سناغلا الكمبيوتر انها توسع مستخدم متوسط الفوتو شوب او محترف لاستخدام الفوتو شوب. ده نطلح بيه جدا واحد دخل لا نفسه بيحب الصيانة توسع في الصيانة واحد دخل لا نفسه بيحب الشبكات دخل في الشبكات واخد الشيئات بتاعت 얘기를 تسيزكو مصدس وكده. ده حاجة كويسة خالصة ممكن هذا يتطلب منك شهر شهرين سنة سنتين على حسب قدراتك وعلى حسب بيتك وعلى حسب طيعتك وعلى حسب طيعتك وانا اصدي اني لازم انت تكرر ان في لحظة من اللحظات انا اخرج برا سانة اقول له كمبيوتر انها ما تبقاش المصدر الوحيد لك علشان الناس القاصرة في تعلمها او في معرفتها سوى كمبيوتر هي خطوة انا خططها وفريق العمل اللي كان معي ولي تدوقتي معي ولي هيبقى معي في المستقبل ان شاء الله الباقي الخطوات عليك انت باقي الخطوات عليك انت فانا ما امدي لك ايه دي ؟ عشان اساعدك في الخطوة الاولانية م امدي لي ايدك انت فقا واساعدني في انك تكمل لانك لما تكمل سنhnقولة كمبيوتر مستويه هيعلى عادل طهر التعاما معنا في سنة اقولة Promoter يمكن في يوم من الايام بدل ما انت أو انت ددقاء ان تسمع سنقولة كمبيوتر او ددوقتي ان انا قول كمبيوتر كواحد متعلم يمكن في يوم من ايام تبقى انت المحاضر ويمكن في يوم من ايام انت تكمل المشواء ويمكن في يوم من ايام تبقى انت منافس سنة ولا كمبيوتر تعمل سلسلة اخرى او مجموعة حلقات اخرى او دورة متكملة لتعلم الكمبيوتر او لتعلم فرع من فروع او مجالات الكمبيوتر فانصح دايما الناس بان يكون عندها الرؤية الواضحة للموضوع واني يكون يعرفة بالزبط يا عايزة ايه من سنة ولا كمبيوتر اه دلوقتي اتهت وراء وقلم واكتب وراي الحاجات ديت وقف الفيديو وروح اتوار وقلم واكتب وراي الحاجات ديت اكتب كنترول زائد ايه يعني كنترول ايه كنترول زائد ايه يعني كنترول ايه ده اختصار هنستخدمه في ايه في الكيبورد ده واحد كنترول زائد ايه اتنين كنترول زائد اس تلاتة اف اتناشة اربعة خمسة يمين وشمال ستة سبعة تمانية وين اللي اختصر ويندوز وين اللي وين زائد دال تسعة وين بس عشرة وين زائد يو حداشر اف واحد اتناشر كنترول بي تلاتاشر كنترول زد اربعتاشر كنترول واي خمسةاشر كنترول سي ستاشر كنترول في سبعتاشر كنترول اكس تمنتاشر وين زائد ار تسعتاشر اف احداشر عشرين تاب واحد وعشرين اسكيب نين وعشرين الت اف اربعة تاتة وعشرين شفت زائد اف عشر دي مجموعة من اشهر الاختصارات اللي احنا نستعرض بعضها واسيبك تدور عن بعض الاخر خلتك تكتبهم عشرين قدامك وكتبين فورا هتبدأ تتعود على استخدام الكيبورد في انك تستخدمها كاداة للتعامل مع الكمبيوتر بدلا من الموصل فنيجي اولا ان احنا نفتح مستند الورد ده الاختصارات دي بعضها للويندوز يعني بعضها للويندوز ده من غير ما احنا نكون من نستخدم اي برنامج وبعضها للبرامج المختلفة واشهرهم طبعا برنامج الورد بس الاشيات التي تنفع في الورد ده يعني تنفع بعضها في حاجات تانية لو فتحنا مستند من المستندات اللي موجودة عندنا ده طبعا بالمرة كده انا اقدر بدل ما انا بختار بالماوس كده اقدر اختار بالكيبورد الاسهم بتاعت الاتجاهات الاربع اسهم اللي هم فوق واتحت ويمنوشمال ابدأ احرك كده واختارهم مستند كده اختاره كده وبعد نضغط انتر لابان كده يشغل انا عايز استقال بالكيبورد وما FOR который اشتغل بالموس كويس تمام انا كده ايه فاتحت المستندة لو انا عايز اجري تعديلات على كل ما يحتويه المستند كل الحاجات اللي هنا دي طبعا انا ممكن اننزل كده بالموس وممكن اننزل كمان ممكن انزل كده بالاصض بالموس ممكن اننزل كمان بجدics down بجدواooom بجدواoom 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 طبعا احنا عارفين للاエ الاسام الزراير من حالة بتاعت يعني ايه الكيبورد. اللي مش عادي فى قسام الزراير اللي احنا شغالين على ها ديت يرجع للحلقة بتاعت يعني كيبورد. فانا منزل بيجي داون بيجي داون بيجي داون انا كده منزل صفحة. بيجي قبل بيجي قبل لحد ما اطلع فور. لو انا عايز اعلم على كل الكلام اللي موجود فى المستهب بعمل كنترول ايه. كنترول ايه يعني ايه? يعني اضغط على الزرار بتاع كنترول اللي انا عارفه برضو من حلقة بتاعت يعني Esc trust وبعدين اضغط علامة على الصمرار بصابع ايدي الشمال وبعدن أضغط بصابع ايدي اليمين على контрول على الاية enslaved يعني كده علمت على كل الحاجات اللي في المستنة контрول كويس كويس جدا ايه باو الزرار انا بعلم عادوهم كلهم طب لو ما بعلم عادوه كلهم ايه اللذك الفايدة الفايدة ان انا بقدر اعملهم كلهم تغيير ما ممكن بعد معلمت علامة كده اجيبهم كلهم يمي واين انا جئت المستنج كل من ممكن اجيبه كله في الوسط اجيبه كله اسمال اكبر خطه كله اصغر خطه كله يبقى ده يسهلني الموضوع قوي لانه يجعلني معلم عن المستنج كله زي ما انا اعاوز اجري التغييرات يعني زي ما انا اعاوز طبعا بعض التغييرات ديت هنقولها خلال شرح حلقات الوقت قلنا بعضها فان طبعا الاختصار بعد كده تاني كنترول اس اللي هو بعمل سيف اللي هو بعمل سيف للمستند وبعد كده اف 12 لما احب اعمل اه سيف اس طبعا احنا عرفين الفانق من السيف والسيف اس واللي مش عارف يرجع الحلقات بتاعت شرح الوقت بتاعتها بالتفصيل الموامين كنترول زياد اس و اف 12 كويس يبقى دوقت ضمن الاختصارات اف 12 يضغط عليها يعمل لي سيف اس يبقى انا عندي اف 12 لو ضغطت عليها يجي يعمل لي سيف اس كنترول اس يعمل لي سيف على طول ايه فورة لو انا فتح اكتر من برنامج اهو اهو مثلا ده مثلا ده اه فتح انا اكتر من برنامج من البرامج ديت وعاوي اه ممكن نقلب عن طريق ايه ممكن نقلب عن طريق من تحت اضغط على البرنامج اللي انا عايزه بالماوس وممكن نقلب بالالت الضغط على الضغط على الضغط على الضغط شوف كل حاجة مفتوح على الدماء وبختار اللي انا عايزه يبقى ده اختصار كمان مفيد جدا لما بحب استخدامه هتلاحظ طول ما احنا ماشيين ان احنا ممكن نستغني تماما عن استخدام النوز تقريبا تستغني تماما عن استخدام النوز ولا كيف حد فتحنا اهو وفتحنا صفحة جديدة لده قاعدة انا عايز اكتب كلام بالعربي ابدأ اكتب احبت اكتب كلام انجليزي يصبح س gehen. بالطبع التي تم من ناحية اليمين ست تحديثه العربي. يبقى عندي Alt Shift شمال و Alt Shift يمين هذا يجعله لي عربي و هذا يجعله لي انجليزي أصلي ب Alt Shift شمال اللي هم Alt و Shift اللي بين ناحية ايدي للشمال وال Alt Shift يمين من ناحية ايدي اليمين طيب كتبت انا اي حاجة باسم اللي الرحمن الرحيم حبب ان انا اكبر الخط ده فبعمل يبدأ الخط يكبر معي يبدأ الخط يصغر معي يبقى دوقت اختصارين برضو شهرين جدا في الورد وفي برامج كتير تاني يعني انا بقول الورد كمثال انا دوقتي بنصعد الاختصارات بتاعت الويندوز اشخر اختصارات الويندوز والبرامج فيه بعد كده اللي هو الوين زائد الدال وين اضغط على وين ومشيلش ايدي واضغط على الدال هيقوم جابلي الديسكتور ايه انا اريد اجيب الديسكتور بفتنة ويقضت على وينه وزد عدال يقض على وينه وعدال ثاني رجعلي النوافذ مفتوح وينه وعدال ثاني يبقى ايه نفس الحاجة بتقوم جابلي الديسكتور نفس الحاجة بتقوم ورجعني النوافذ اللي كانت مفتوح وين بس بيفتحلي قائمة السطار لو انا محتاج افتح قائمة السطار بعد ان ابدأ اتحرك بقائمة السطار دوقتي انا اطلعوا الناس له كمان. في حاجة كمان في قيمة استرط انا ممكن استغلها هي ان قيمة استرط غير موضوع لعاسهم ده بعد ما فتحتها هلاقي ان تحت كل كلمة في حرف من الكلمة ديت مشدود تحته خط لو خدت بالك هتلاقي في الرن مشدود تحت حرف الار خط فانا لو ضغلت على الوين طبعا لما ضغط على الوين مرتين ما ديتشاء لما ضغط على مرة واحدة بتصير قدامي لو ضغطت كده بعدين ضغطت على الحرف الار معنا ان الار مشدود تحتها خط ان هي هتشغل الرن يبقى انا ما ضغط على الار دلوقتي هتشغل الرن طب الار مشغلتي يبقى انا غير اللغة تانية خليها قلت شفت قلت شمال عشان اخلي اللغة انجليزي ايه كنا قلت الريال بلير وصلنا لعند الريال بلير اوم ضغط كده ايه انتر يقوم يشتغلها طيب واحد يقولي طب ينفعضت على الوين مع الار في نفس الوقت اه هيقوم فتح للرن على طول بعد ما فتحت انا ممكن اضغط اه اه على الوين وبعد نضغط على الار وقوم ضغط انتر او ممكن اضغط الوين والار مع بعض في مفتاح للرن على طول بس خلي بالك انك تحول اللغة الانجليزي قبل ما تعمل كده احنا اننا حاولت اللغة العربي وعد تضغط هلاقي الوين مش معبرني اصل هلاقي الزرائل مش معبران اه لان اللغة توقتي عربي فانا حاول اللغة الانجليزي تانية شفت شمال وبعدنا اقوم ضغط كده واقوم ايه نجاوي على الازاو الانجليزي يت hopes ع постав دقي اللغة er Eti اه طبعا انا عندي هنا اه ثار شهير جدا اه ده هي ممكن بدلا ما يجبه هنا ترى انا حاول اللغة الانجليزية تاني وقام فتحها اه شوف الار مش تعتها خط هنا يبقى انا اللغة مش مزبوطة عندي اه الار تعتها خط ايبقى انا اجيب الارد ماشي الارد ماشي الارد ممكن اجيبه كمان بالف اي هلب في الارد ممكن اجيبه بالف بس طبعا محتاج ان نقفل البرامج ديت وبعد نضغط عليه فقوم جايبه بالف اه اه ده الارد او كده او دور على حاجة بعد كده عندنا حاجة اسمها كنترول بي وهي بتاعت الطبعة بمعنى لو انا عايز اطبع اي حاجة في اي برنامج بضغط على كنترول بي اقومنا من هنا اوبين انا اجيبنا الهي و انا اطبع كيف تلتم كتابا انا اطبع كيف تلتم كتابا اطبعت او اطبع او او اي اطبع او اي اطبع او اقوم اضغط على كنترول بي بيفتح النافسة بتاعت الطبعة ببدأ اضبط بقى في الابشنز بتاع الطبعة اللي هو انا عايز اضبع الانهي طبعة وهضع الصفحة الحالية فقط ولا كل الصفحات ولا ايه وبعدين في الاخر اضغط اوكي. هنا بقى نصعد الكلام ده طبعا في الورد. بس انا بقول للاختصار بتاعها كنترول بي. في حاجة برضه قبل نقولها قبل كده اللي هي كنترول زد و كنترول وي و ايه الفرق ما بينه. ده دهوقتي انا لو جبت ده ده. جيت انا قمت كاتب حداشر. كل جهة تخليت الحداشر دي علمت عليها و كتبت فوقيها اتناشر عملت عليها. لو عملت الحداشر الكتبت اول بعدين اتناشر. لو عملت اه كنترول زد. اه ما هيحصل هيوم راجع للحداشر تاني. كويس? طيب لو عملت كنترول وي تقوم راجعيني للتناشر تاني. ده الفهم من الكونترول زد وكونترول وي. اجعنا اعمل موضوع ده هنا كده. اه. حداشر. كويس? علمتنا عن الحداشر. كتبت اتناشر. عايز ارجع للاحضاشر. اتنين 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 حطت صورة وما طلعتش هي عايز اجدع في كلامي في اي وقت نديجة اي غلط بعمل كنترول زيت يعني اه دايما الناس بتحتاس اول ما يغلط في المستند بتاع الورد قولك الغلطة ادوقتي وهذه هي سيفها والمستند هيبوز ومش عايفية لا انت اول ما تغلط اعمل كنترول زيت خلاص تمام من الحاجات الشهيرة جدا برضو استخدام الكوبي والبيست اللي هي انا ادوقتي لو انا عايز اعمل كوبي وباست في المستند في اي حاجة في الكمبيوتر فعمل ما على حاجة اللي انا عايز اعجوم اعملها مثلا وامضيغط عليه ctrl C يبقى انا سديت من اخد stones bonnet عايز بقى ا احطته اعملها ب banner ctrl C انا اعملها ist и ctrl C يبقى انا كوبي ctrl C ctrl-V طيب اه انا اعطيها من هنا ونزلها تحت ctrl Est and ctrl عطيتها كنترول V يبقى انا بعمل كنترول X بعدها كنترول V او كنترول C بعدها كنترول V بس ايه الفرق ان كنترول X بتقص الحاجة انما كنترول V بتاخد منها نسخة فقط حلو طيب هل ده في الحاجات دي بس ولا في المستندات كمان يعني ينفع في جوة المستندات بس ولا اه في الفايلات كمان ممكن انا اخد ايه فايل اللي هو مسلا اه كتاب سخوب في ضمير بتاع دكتور رحمد روكاش او 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 كنترول C وهو ننازل هنا وهو او اعمل كنترول V راح في انا كنترول C اهو او 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 ماشي يبقى انا لما بقى دي عامل كنترول C وكنترول V بعمل ايه الموضوع زي ما احنا قلنا كده بيعمل سواء في المستندات او سواء بتاع دي زي كتاب تلاقي واحد عادة على الكمبيوتر بقى ما اعمل ايه معلم الحاجات دي كلها وضغط كنترول C وبعدين رايحة الفلاشة بتاعته مسلا على ايه حاجة وضغط ايه كنترول V ينقل ايه الف ثاني خلاص تمام قلنا طبعا الوين والار والوين والدي الوين والار عشان افتح الرن ورن ده قلنا انه هو من اهم هيا احنا لا اذكر الحاجات ديتك ايه عائز يعني مشويش ايه ما شويش في التفكير بت الحاجات المكتوبة هكي رادي ايه فعيز اعمل حاجة اسمها فولو سكين ما اضغط على الف عدا descri Ş انضjawش هنا ايه اا ما عندهمش ايه ايه بتاع العجيب ايه لو فتحنا ده وضغطنا على الف احداشر ده هو الفول سكرين اللي هو انا شلت القوايا من الحاجات اللي ملاش دازمة وخليت حاجات بسيطة جدا ممكن نعمله في الويندو في اي برنامج اهو اف احداشر اف احداشر كويس؟ لو انا عايز اعمله ايه فول سكرين طبعا في الفيديو لا لا في الفيديو لو انا عايز اعمل فول سكرين اه بضغط كنترول انتر الفيديو لا يعني لو انا بعلق فيديو من الفيديوهات انا قل له كمبيوتر وعايز الفيديو دا يملال الشاشة بضغط ايه كنترول انتر كويس؟ بس انا لو جبت فيديو حالا ان هيظهر لك انه اه صورة صودة يبقى الاف احداشر دي بتاعت البرامج انما كنترول انتر بتاعت الفيديوهات اكتبع عندك ضفة اللي احنا كدينه كنتر انتر بتاعت الفيديوهات اه لا مش كنتر انتر قصدي انتر 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 اللي هي لما دغطت عليها حالا فتحت لي فتحت لي ديت بس لو ما يكون فيديو بتاعت اه هتزرول الكامل كويس؟ ممكن تضغط على الفيديو وتختار اه فول سكرين برضو والفيديو بتاعت تضغط عليه وتختار فول سكرين والت انتر تمام؟ دا طلعت ما كمان ما بتظهرش الموضوع بتاعت كمان ضغط على زور غلط المهم طيب ايه حاجة تانية؟ دلوقتي لو انا عندي في البتاع بتاعي ده المستند بتاعي في اكتر من يعني لو دخلنا هنا مثلا في اكتر من خانة محتاجين ان احنا نملاهم يعني مثلا وانا داخل على الايه؟ ام اكتر من هنا اين سيت مشروع انترنت اوپشنز لا اهو. مسلا لو انا هنا ببني عايزة من الثلاث خانات دورة وربعة. اي حاجة في الدنيا ده 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 هو مسلا عايزة من الثلاث خانات بتوع بتوعي الاي بي اللي هم موجودين دولة الاي بي ادرس والصاب نتماسك والدفولت جتوية. طبعا مش منظرنا دولة الشبكات. المهم بس لو انا عايزة من الثلاث خانات وربعة. هلان الثلاث خانات بيتمنهم اه اه بيتمنهم واحد للاخر. لو انا كزلك في منتدى وباملق خانات بتاعت بيانات المنتدى. لو انا في اي حاجة في شوية خانات مرصوصة تحت بعضها. هم? شوية حقول دي انا عايزة منها. بابدأ املق اي ارقام نكتب ارقام عشوية مسلا هو ماتني وتسعين اه اي حاجة. اي خبسة خبسين متل خبسة خبسين متل خبسة خبسين. طبعا ارقام دي عشوية ما حدش جربه. ماشي. وبعدين بقوم عامل ايه? تاب. تاب يقوم نزلني التحت اقوم عامل تاب كمان. كويس? يبقى التاب ينزلني خانات بتحت. ده ده فائدة تزوير التاب. مسلا مية دمانية او مش حاف. اي ارقام اهو. هو اصلا قال اله او اي ارقام. كويس? اه يبقى دلغتي انا مليتي التلت خنات. عن طريق ان انا باب من الاولانية وبعد التاب وبعد التاب وبعد التلت بعد التاب بمعنى ان التاب ده بيخلنا نط من خانة الخانة. بعد ما خلص الخانة نط الخانة بعدها. يبقى دي فايدل التاب. كويس? فدية من الزرار اللي احنا قلنا. بعد التاب في الاسكيب. لو انا فاتح اي لعبة او فاتح اي فيديو. حاجة مليا للشاشة. حاجة اه اه ما فيش قدامي غيرها. وحاجة يحب اخرج منها على طول زرار الاسكيب اللي هو الهروب اللي بيخرجني منها. لو انا اي حاجة مفتوحة قدامي وعايز اقفلها بطلت الفاربعة. لو كانت الشاشة دي مفتوحة مع املاحظة انها لما تبقى مفتوحة تبقى لدعدي زرقة مش بهتة. لو كده اخلي بالك بتعدي باتة. لو انت غلت قلت الفاربعة. لهوقتي هيقول لي عايز تقفل الجهاز. هيفتكل انت عايز تقفل الجهاز ودي اخر حاجة في الالت الفاربعة. يا هون انت ان لقضى. القلت الفاربعة والت الفاربعة والت الفاربعة. هو خلص كل حاجة. بعد ديها مش لاي حاجة يقفلها غير الجهاز. فهيقول له عايز في الجهاز اقول له لا كنسي. طيب امتى بقى يقفل له الريسايكل بيني المفتوحة دي لما اضغط قلط الفاربعة ودية زرقة مش بهت. دلوقتي هي زرقة هي. دلوقتي هي بهت. خلاص لو ضغط قلط الفاربعة دلوقتي اللي يحصل بالزبط هيجيب لي ايه الموضوع ده. اه لو انا عايز اقفل دلوقتي بقى غليها زرقة بضغط عليها يعني عشان اخليها زرقة وبعدين ما اضغط قلط الفاربعة بيقوم قفل لي النفزة دي. تمام? اه في حاجة كمان في ما اقول نهاش ان انا لما بحب اعرض القايمة المختصرة اللي هي ديت مسلا للكلام ده ممكن ده ضغط الف عشر. دي قايمة المختصرة بدل ما ضغط كليك يمين يعني ايه 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 شفت الف عشرة في الورد شفت الف عشرة في الورد اسرع من في بعض الاحيان. كويس? هناك ده استعادنا اهم الايه? اهم الاختصاط اللي كنت عايز اقولها. فضل حاجة ايه هي اسرع طريقة الافلجاز? اسرع طريقة. عايز افلجاز في ثانية. خلي بالك معي انا هعملها بالراحة. هضغط على على الزرار بتاع الوين اللي هو بتاع الويندوز. اللي مكتوب عليه العلم بتاع الويندوز. كويس? هلاقي اه هنا بترنقف موجود عليه حرف يو. اضغط على اليو. الوين. اضغط على اليو. هيتعي النفزة دي او مضغط على اليو كمان مرة. هقوموا الجهاز معفول. طبعا انا عملت كده قدامك التسجيلة هي تقطع وما فيش حاجة هي تسجل اصل. خلاص? ايه بقى الخطوات اللي احنا عملناها? ضغطنا على الوين? وبعدين ضغطنا على اليو مرة وبعدين ضغطنا على اليو كمان مرة. يعني اضغط على الوين? واضغط على اليو مرتين. دي اصع طريقة الافلجاز الكمبيوتر. افلجاز في ثانية. ده الناس اللي على طول اه في مراكز بتاع والسنة بتاع قدامه عشرين جهاز بيفتح ويقفل ومش عالف ايه بتاع فمحتاج عاجة مش لسه يمسك بقى الماوس بتاع كل واحد وبتاع هو مش موصل له ماوس اصلا بيبقى موصل له كيبورد عشان يشتغل عليها زي ما انا بقولك كده. ومن غير ماوس بتاعه. وفتح عشرين جهاز قدامه. فهم ضغط على الوين واليو. المعد على الجهزة كلها قفلها كلها في ثانية واحدة. بدل من لسه يقعد ويمسك الماوس. ويلاقي الماوس معلاء والحركات اللي بتاع احساطي. خلاص. اه استعدنا دوقتي اهم من الاختصارات او اشهرها او اشياحها او اللي الناس بتستخدمها عادة. اه في مختلف الحاجات. اه طبعا مش دي مش كل الاختصارات. بس اه بس انا حبيت اوريد بعض الاختصارات. في اختصارات تانية هتلاقي انت مهمة وقد يكون سوي عليها وما اتهاج. بس اه بس انا وريدتك الاختصار بشكل عام. ابدأ انت اجرب في بعض الاختصارات. ابدأ اخبط اصلا في الزراعي. جرب الشفت مع الايه. جرب الشفت مع الاس. جرب الشفت مع الاف. هتلاقي فيه زراعي كده ما بتعملش حاجة. بس هتلاقي فيه في برامج معينة بتعمل في برامج تانية لا. وهتلاقي في زراعي هتكتشف انت الواحدة. وهتكتشف ان هي مهمة ومفيدة. اه وسريعة وفعالة بالنسبة لك. خلاص. هنبقى نرفع كمان او هنبقى نرفع التكست ده هو بتاع اختصارات واحدة المفاتيح ده. بيكلم عن اختصارات بالتحديد يعني. ماشي? فهو اضغط من اجل يعني اتضغط على حاجة علشان تعمل لك كسر. فبقول لك لو انت فتح الورد وعايز تعمل مستند جديد. هتلاقي هنا من 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 لو انت عايز تعمل مستند جديد هتضغط كنترول ان. ينفتح لك مستند جديد. كان عندي واحد بقى عندي اتنين كمان بقى عندي ثلاثة. كواس? ماشي. اه ده اول واحد. لو انت عايز تفتح مستند. اه يعني عندي مستند وعايز تفتح كنترول او. يقول انفي المستند انت عايز تفتح مضغط هنا ومضغط هنا ومضغط هنا ومضغط على المستند اللي احنا منجيبه كل مرة بتاع كيفه تنكس. كويس? يبنا الوقت كنترول او. في حدث ما كنترول و لان انا واعنا هزي اغلق المستند ده. فبغط على كنترول و. المستند الا لمعني وعايز اغلقه كمان. كنترول و ده. كنترول ده بيقفل المستندات المفتوحة زي ما انت شايف هتبدأ اكتبش معهم بقى تلاقي كنترول اس والالت اف الانهاء الورد لما انت عايز سيق في الورد طبعا مش الورد بس الاي برنامي والكنترول اف عشان تعمل اه لحاجة معانا في المستند يعني كأنك بتعمل سيرش جوا المستند تكرار البحث الالت كنترول واي وهتلاقي الاسكيب للغاء الاجراء الالت كنترول هوم لاستعراض المستند تجبير الخط وتصغير الخط ها تجبير يا حجم اه مش عارف ايه اه 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 اتلاقي بقى حاجات كتير اوي انا عايز بس يمكن حاجة ليكون معتاجة شواء توضيح مني ما فيش كنترول بي عشان تعمل البولد كنترول يو عشان تعمل تنسيق التصطير الوقت شد تحت الكلمة كلمة سات كنترول واحد كنترول اتنين كنترول خمسة كنترول صفر امم حزف حرف واحد من اليسار كنترول ديليت حزف حرف واحد من اليسار كنترول حزف كلمة واحدة من اليسار كنترول اكس وكنترول ز دي اللي احنا قلناهم كنترول اف تلاتة قص الى المصطلحات الخاصة الحاجات دي بقى مش هبان من الكلام اللي مكتوب قدامك ده هبان امتى من استخدامك له يعني انت تبسك اختصار ديك ولو تانيك تجربة قدامك اختصار كتير اوي هل انت بطلوب منك تحفز كل هذه الاختصارات طبعا لا انت تحفز الاختصارات المهمة بالنسبة لك بس انا هبفق لغو عقدات كبير من المخصارات عشان تبدأ تجربهم في الورد بالتحديد ومن الورد تبدأ تستخدمهم في بقى برامج الاوفيس وبقى البرامج اللي انت بتتعامل معها سواء كانت برامج محادسة او برامج اي حاجة هتلاقيها مفيدة جدا جدا لك كمان هتبدأ تستخدم كمبيوتر او استخدام اكثر فعالية سواء او او قد تبدأ تلاقي نفسك بتستخدم الموس والكيبورد ايديك الاثنين شغلة ما بين الموس والكيبورد قصود او سرعتك بدأت تزيد بعد ذلك او تعلمت اي برامج من البرامج اللي WILL ettimid على الموس على الكيبورد اصلي بشكل اساسي فيه برامج يتمد على الكيبورد بشكل اساسي كتير يعني هتلاقي نفسك فعال اه او طبعا ده ده يعني الملماوس ملوش لازمة لا اكيد الموز محاجات وافية اصلى لكن برده الكيبورد وفيه حاجات هو فيها اصلا اظن كده صعدنا حاجات كتير وفي الحلقة ديت يارب تكون حلقة مميزة وفي الكتابة جديدة وفعالة وياريت نلاقيك بعد كده محترف ومستخدم جيد للكيبورد طبعا الاستكمال بقي الحلقات ممكن تدور على جوجل عن سنة قولة كمبيوتر وعايزة نضم الفريق العامل بتاعنا ترسلنا وتتصل بنا بس طبعا يمكن في الفترة الحالية اللي انا بكلم فيها دلوقتي في مشاكل في موضوع انت عندي فالناس تعذرنا او انا ما بتخش على المسينجر ده اه على المسينجر بالايميل ده اه الناس اللي عايز اضفني اضفني واللي عايز يبعث رسالة اهلا الرسالة في مشكلة بحاول قدر مستطاع رد على كل الرسالة اللي جات لي اه بس انا حاليا ما عنديش نيت فالناس تصبر عليها في موضوع التأخير ده اه يمكن طبعا حلقة ديت وصلك متأخر شوية فتكون مشكلة نيت تتحلت فانت اضفني وشوف انا بقى موجود ولا لا لو عايزة تشو السلسلة برضو اهلا وسهلا اه بك اه فنشرها على المتحدات العربية المختلفة وكمان انا وعايز تنشرها وتتنقلها بين اهلك واصحابك واخربك اهلا وسهلا تربح معنا سواهي بنشر العلم شكرا نيكم على الاشتراك معكم السلام عليكم وحمد الله وبركاته شكرا